السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي صديقات المتعليمات في هذا الفيديو في هذا الفيديو سنتمم امتحال الأول للدورة الأولى في مادة اللغة العربية لمستوى السادس ابتدائي وبالضبط مكوني الصرف والتحويل والإملاء نبدأ بالسؤال الأول بمكون الصرف والتحويل وحول الجملة التالية حسب الضمائر التالية مدة يد العون للفقير وساعد المحتاجة سنحولها مع الضمائر أنت أنتما أنتم أنتنا سنبدأ بالأنت إذن أنت مدي مدي يد العون للفقير مدي يد العون للفقير وساعد وساعد المحتاجة باصلة وساعد المحتاجة المحتاجة أنتما أنتما مدة 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 يد العون مدة يد العون للفقير وساعدة وساعدة المحتاجة المحتاجة سنحولها مع الضمائر سنحولها مع الضمائر إذن أنتم مدوا يد العون للفقير وساعد فاصلة وساعد المحتاجة أنتنا مددنا أمددنا 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 يد العون يد العون للفقير وساعدنا وساعدنا المحتاجة نمر الآن إلى السؤال الثاني أحول الجملة التالية حسب الضمائر التالية هو أخذ مكانا مناسبا ورفع رأسه هي أخذت مكانا مناسبا أخذت مكانا مناسبا ورفعت رأسها ورفعت رأسها هما أخذ أخذ مكانا مناسبا ورفع 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 رأسيهما هم أخذوا هم أخذوا مكانا أخذوا مكانا مناسبا ورفع ورفعوا رأسهم ورفعوا رأسهم ورفعوا رأسهم هن أخذنا مكانا مناسبا مناسبا ورفعنا ورفعنا رأسهم هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال الثالث نفس الشيء نتحويل جملة مع الضمائر الآتية أقف للزائر وقفة إجلال أنت تقف أنت تقف للزائر أنت تقف للزائر وقفة وقفة إجلال وقفة إجلال نحن نقف للزائر للزائر وقفة وقفة إجلال وقفة إجلال هم يقفون هم يقفون للزائر أقفون للزائر وقفة وقفة إجلال أنت تقف تقف للزائر وقفة إجلال إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث في مكون صرف وتحوين إذن نمر الآن إلى مكون الإملاء ونبدأ بالسؤال الأول أكتب الهمزة المناسبة مكان النقاط وأشكلها إذن هنا سنكتب الهمزة المناسبة المعلم أذهب إلى إذن هنا استخرج إذن استخرج ستكون هكذا إذا كانت في بداية الكلام ستجعل همزة على هذا الشكل إذن ضرب أسامة الكرة همزة قطعين أسامة الكرة إمرأة عمران أمثال أمثال نمر الآن إلى السؤال الثاني آتي بالكلمات التالية مصدر فعل سداسي استخرج استخراج استخراج هذا مصدر فعل استخرج وفعل سداسي عفوا خراج استخراج ثم حرف في أول همزة إلى إلى بالنسبة للسؤال الثالث أكتبوا ما يملأ عليه إذن ما يمليه الأستاذ أو ما تمليه الأستاذة إذن هذا لا يمكن أن نعطيكم واحد الموضوع أو واحد الجمال التي هي محددة لأن هذا السؤال يختلف من أستاذ لآخر يكفي أن نتمكن من كتابة الهمزة المناسبة سواء أكانت همزة القطع أم همزة الوصل ثم نراجع الدروس الإملاء ونعود كلمات لقسع لجلنا درسين في هذه الوحدة إذا هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لإنجاز بقية الامتحانات المرحلة الأولى للمستوى السادس بجدائي كونوا في المعيد وإلى لقاء